خلونا دلاتي يشوف مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة والأبرازها فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الرغمين في الدراسة بالجماعات المصرية وكمان لعشاء الكورة المصرية هنتابع مع بعض مبارياتين قويتان في إطار الدور الستاشر لكاس مصر بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هيؤدي أئمة المساجد خطبة الجمعة تحت عنوان فضل يوم عرفة وسنة الأضحية وهو الموضوع اللي حددته زارة الأوقاف في وقت سابق مشدد على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير وقال لا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة النهاردة وفقا لما أعلنت عنه الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيتم فتح باب التقديم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري أمام الطلاب الوافدين الرغبين في الدراسة بمصر وهيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية النهاردة هتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يوليو عن طريق مكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشر على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بالإضافة إلى الصرف من فروع البنوك يوم الحد المقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم صرف المعاشات قبل عيد الأطحى المبارك النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مبارتين في إطار الدور الست عشر من كاس مصر يلتقي طلاقع الجيش مع البنك الأهلي في تمام الساعة السادسة والنصف وفي التساعة والنصف ليلة حيلتقي فريق نادي زمالك مع فاركو ترجمة نانسي قنقر